يخرج موفد ويدخل آخر ويقفز اللبنانيون من مبادرة إلى أخرى والنتيجة واحدة لانفراجات في الأفق هكذا وصف رئيس مجلس النواب نبيه بالرئيس قاط مبادرة الحوار التي دعا إليها معتبرا أنه أدى قسطه للعلا لتتوافق رؤية رئيس مجلس النواب مع الداعم الأول لمبادرته الحوارية التي رفضت الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون الذي دعا بدوره المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد خيار ثالث لحل أزمة الرئاسة إذا وضعنا كلام الموفد الفرنسي لودريون مع كلام الرئيس نبيه بالرئيس اليوم في بيروت نتأكد بأننا عدنا إلى المربع الأول إذا صح التعبير وبهذا المعنى يبدو بأن هناك قوى خارجية تضغط باتجاه منع الحوار بين اللبنانيين وفرض رئيس على اللبنانيين وبعد فشل الموفد الفرنسي الذي لفت في تصريح له إلى أن الدول الخمسة المعنية بملف لبنان تتساءل عن جدوى مواصلة نعمها بقي الموفد القطري جاسم آل ثاني وحده حاليا في الساحة اللبنانية يبحث عن مخرج للأزمة حتى الآن الموفد القطري حاليا مع علم أنه أسمع المعارضين ما ينساجم مع طرحاتهم بحيث أنه طرح أسماء بينما عند الفريق السنائي الشيعي وحده في أولم يطرح أسماء على رقم أنه هذا السنائي أبلغوا التمسك بترشيح الوزير السلامان فرنجي يعني مبدئيا ما وصلت لشيء وهو تلتقي مع قول الرئيس بري بأنه فقد الأمل لكن ربما يكون كلمه نوع من حد أو فرصة أخيرة لحد المعنيين على الحوار يصر كل طرف على رؤيته بين رفض الحوار أو الإصرار عليه وبين المواجهة في المجلس النيابي بجلسات مفتوحة أو التوافق على ما يعتبره كل طرف مصلحة الوطن عود على بدء ملف الرئاسة إلى المربع الأول من دون بوادر إيجابية تشهي بخروج لبنان قريبا من أزماته المتلاحقة حسان الرفاعي بيروت الميادين